تبدأ معاناة جرح الجيش الوطني والمقاومة من لحظة الإصابة الأولى إلى لحظة العلاج شهور عدة يقضونها في المعاملة للحصول على منحة علاجية من الدولة إلى إحدى دول الخارج بعد أن عجزت المستشفيات في الداخل عن علاج إصاباتهم البالغة ولا يكاد الجرح يخرجون من معاناتهم الأولى حتى يدخلون في معانات أخرى تتمثل في السفر الشاقي إلى الدول التي حصلوا على منح علاجية إليها وذلك بسبب عدم توفر مطارات في المناطق التي يقتنون فيها وبمجرد الوصول إلى الدولة المحددة لتلقي العلاج اللازم يتفاجأون بمعاناة أخرى تتمثل بعدم الاهتمام من الجانب الحكومي وضعف التنسيق المسبق أكثر من ثلاثة آلاف مصاب تم نقلهم إلى دول الخارج لتلقي العلاج حتى الآن نسبة كبيرة منهم ما زالوا عالقين هناك توزعت الدول التي تم نقل الجرح إليها بين السعودية والإمارات ومصر والسودان والأردن والتركيا والهند جرح الجيش الوطني والمقاومة في السودان هم الأكثر معاناة وتعرضا للإهمال حيث تم نقلهم إلى مستشفيات لا تختلف عن المستشفيات المتواجدة في اليمن والتي تفتقر إلى الكوادر القادرة على علاج إصاباتهم بحسب تصريحات عدد من الجرحة وقفات كثيرة نظمها الجرحة أمام السفارات اليمنية في الدول التي يتواجدون فيها ومناشدات مستمرة أطلقوها على أسماع الحكومة علها تصغي إليهم لتخفيف أوجاعهم ورغم هذه المناشتات والوقفات لم تقم الحكومة بالدور المطلوب تجاه جرح ضحه بأغلى ما يملكون من أجل شرعيتها يبقى جرح الجيش الوطني والمقاومة في الخارج علقين بين وجعين وجع إصابتهم ووجع إهمال حكومتهم